بسم الله الرحمن الرحيم الله مصلي وسلم مبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سنتمنى لشي شوف هذا الفيديو يكون بخير وعلى خير وبصحة جيدة وعواش لكم مبروكة ان شاء الله بحول الله تعالى غد اليوم غنهضر على واحد الفئة دي اللبنات اللي كانوا اتطرقنا الواحد الموضوع هو موضوع ما عندناش قبول ما عندناش ما تشوف فينا تحد عندنا مشكل قلة الاهتمام ما تهتم بيوم تحد اليوم اجبت لكم ان شاء الله واحد الوصفة هي فعالة للقبول لجلب المحبة والمهابة لقضاء الحوائج وتسيير المهمات الصعبة ان شاء الله هاد الوصفة هنحتاجو اه تلاتة اه تلاتة وردات دي اللي الورد ونحتاجو قنينة دي اللي الورد ونحتاجو الزعفران شعراء تلاتة وردات دي اللي الورد الورد اه عدين ديروهم هنا في هاد في هاد القنينة ونخليهم يوم كامل يطلق هادك الزعفران عادة غادين صفيهم ونقرأوا عليهم بعد انقرأوا عليهم اه هاد الاية انقرأوا عليهم صورة ياسين ونقرأوا عليها اه وزيناها للناظرين وزيناها للناظرين وزيناها للناظرين واحد وعشرين مرة ونقرأوا صورة ياسين اه صورة ياسين مرة وحدة الوقت اللي نكون غدا الشيمكان مع روضة او غدا مع زوجي او غدا مع خطيبي آآ عندي حفلة او عندي مقابلة عمل آآ نصفيه اليوم الغدلي نصفيه وندروه فقارورة دروه فقارورة بحل هذي. انا صفيته وندرسه فقارورة بحل هذي درسه فقرعة. قرعة عندك تكون كما كانت هذي قرعة دي الورد اخوات لي وانا عمرت درت فيها النص كان عندي ودرت فيها درت فيها هاد المورد. آآ كان عندي وعود شريط قرعة اخرى وصوبتها. هذا كان عندي آآ ديالي هذا. وزيناها للناظرين. زيناها للناظرين. آآ واحد وعشرين مرة. وصورت ياسين. صورت ياسين واضبوا عليها. ومن توصلوا المبين. السبعة المبينات فيها. هي سبعة المبينات فيها. طلبوا ما تريدون. هي للقبول وللهبة. ومن نوصل لسلام قول من رب الرحيم. نقول ها 14 مرة او 36 مرة. هي للقبول وتصير الامور. آآ هاد الوصفة يقدر يديرها ولد. او بنس او اه ام او رجل المهم هي صالحة آآ الناس اللي تيبيعو شريو. هي صالحة للناس اللي اعتي تيبيعو شريو. النساء اللي في الصالون بيش كون عندهم قبول وهيبة. البنت اللي غد تلقى مع خطيبها او حبيبها تدير هاد الوصفة. لان هاد الوصفة صالحة للهيبة والقبول. والمهمات الصعبة. آآ ان شاء الله بحول الله تعالى. انتمنى لكم تديروا هاد الوصفة. انتم فرحانين. سعدانين. وانتمنى لكم الصحة والعافية. ما تنسوش انكم تابنوا وتفعلوا الجرس. وتخدوا لي لايك. ان شاء الله. ورمدان سعيد. ان شاء الله.